سلام الله عليكم ورحمة وتعالى وبركاته وسعيدة بنقائكم وره اخرى اتمنىكم تمام الصحاة والعافية اليوم ان شاء الله كيف تشوفوا معي نحضر هادلقات طور رائع جدا لديد بزف 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 درجة ما كنتصورش ان شاء الله مني غدقو غادي تعرفو علش كنتكلم بلجينواز بدون بسكوي او اي شيء بجينواز ديال المقلات هي جدا رائعة هتخليكم معي ان شاء الله تشوفوا مقادير طريقة التحضير فقط خليكم حتى الاخر اول شي اديروا هو لايك الفيديو وشاركو مع اصدقائكم وبدأوا بسم الله على بركاته الله في الوصفة اول شي غنحتاجوا لي 4 بيضات متوسطة الحجم درجة حرارة المطبخ 4 بيضات لكن اكبر غنضي 3 بيضات فقط غنوضعوهم في واحد البول او اناء ديال العمل وغنبدأوا بسم الله على بركاته الله نضيفوا لهم العناتر الاخرى غنضيفوا قبصة ملح كيس سكر فانيليا ما يعدي 7.7 جرام ملاعقة صغيرة هنا عندي سكر حبيبت 75 جرام ما يعادل 4 ملاعق طعام ممتلئة ثم انخلط الكل جيدا حتى يدوب لي السكر نهائيا فقط بالطراب يدوي ما سنستعمل اشترا بكهربائي نهائيا ثم انزيد زيت المائدة عندي 43 ملل زيت المائدة ما يعادل 7 ملاعق طعام ممتلئة كنخلط الكل جيدا ثم اضيف 37 ملل لتر ديال عصير البرتقال كل هاد المقادير غتلقوا ان شاء الله في صندوق الوصف ما يعادل 5 ملاعق طعام هاد عصير البرتقال كيعطيها واحدة انكها جدا رائعة ما كيفانش بزاف ما ضقت البرتقال لكن كيعطيها واحدة انكها ما غير عرفوش الناس ما يفهموش واشنو هي بعد ما كنكمل الخلط نضيف مباشرة للدقيق عندي 165 جرام ديال الدقيق ما يعادل 9 ملاعق طعام ممتلئة جيدا ركشتو الملعة قوريتها لكم نضيف 8 جرام ديال بيكن باودر ما يعادي الكيس واحد ثم الدقيق ضفتو على جوجة لمراحل في النخل كنخل جيدا دقيق ديالي وبيكن باودر ونخلط الكل جيدة كيفما كتشوفو حتى كيصبح عندي القوام بشكل اللي غتشوفوه ان شاء الله بنسبة الدقيق فان عبرتو معاكم بالملاعق 9 ملاعق طعام ممتلئة كنعود نركز عليها ممتلئة وملعق الطعام اللي كان عبر بيها رهي باينة معاكم ان شاء الله غنحاول نضيف لكم عما قريب فيديو في جال ملاعق اللي كانستعمل وكل مرة تشوفوا ملعقات عرفو اش من نوع كانستعمل مش حل الجرامات اللي كتوزن هديك الملعقة بالضبط صافي من بعد ما كنخلط كيولي عندي بهذا القوام الرائع اللي هو وسط طبعا ايه صافي هنا كنكونو خلصنا العجين دينا او خليط الكيك كنقسموه على ثلاثة ديال المرات هناك خضيت المقلات هاد المقلات اللي عندي ديال ليك خيب هيا فشغان طيب كنجي كندبع على نار تكون هادئة على الاخير ده انتا ما نقبل بشوية الزبدة بعد ما كندوب دكال قليل من الزبدة اللي دفتليها كننشف من واحد شوية وكنخليها ندسمة قليلا ثم كنصب اول وحدة من ذوك الزليف اللي قسمت فيهم كنصب اول وحدة كنغطي مباشرا بعد ما كنصب كنقضها في المقلات وكننغطي كنخليها من ثمانية دقايق حتى العشرة ثمانية دقايق كنجي كنطلع عليها ما كنلقاها تخيف عنده كتنشف من الفوق كنجي كنقلبها بالطريقة اللي غتشوفوا معاياها كنقلبها قلبوا بالمهل عليكم إلا اختوا انها مديرش لكم قلبوا بشي صاحن او شي اخر صافي كيكات شوفوا شوفوا اللون ديالها جينواز 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 وحتى الطعم دياله وحتى التكستير ديالها جينواز رائعة جدا اعتغنيكم عن الجينواز صافي مباشرة بعد ما كنكملوا هدوك المقاسات ثلاثة اللي حطينا ديال الخليط الكيك هذا هو الجينواز ديالنا هاد الجينواز اللي صوت معاكم انا صبرتو الوحدو را كنت مبالنهار اللي مونتاة القاتو ديالي كان الجينواز عندي جاهز وما كنتش مصورها لكم فاتريت نصور لكم الجينواز باش نعطيكم فيديو كامل وما نعطيكم شي كاين وش ما كاينش فهنا غنجيل المونتاج عندي الجينواز ديالي هنا عندي لوز غا تخليه في المرحلة اللي هو بودرة تخليوه هو بودرة قبل ما توصلوا يكون سائل وغا تستعملوا في هاد دورتا ديالكم كي جي جدا رائع وحب الطعم فيه رائع لما عندوش اللوز يمكن يستعمل كوكو نفس الطريقة ديال البخاليني دير كوكو غا نجي مباشرة غامض المونتاج ديالي ديال القاتو كندر قليل ما الكريمة في الاسفل كنوضع اول قطعة ديال جينواز ديالي كندر نكونوا من نفس المعقف عندي كريمة ديال ريطالة اللي باردة سبق لي خفقتها 400 ميلي لتر كندر الطبقة الاولى ديال الكريمة كندر فوق منها طبقة ديال لوز بخاليني اللي وردتكم وقلت لكم الطريقة دياله كنسقي بالحليب كل شي القطعة ديال جينواز اللي عندي حليب بارد فقط كنسقي به ثم كنوضع الطبقة الثانية ديال الكريمة وكنوضع فوق منها كذلك هنايا غنوضعه حضرتوا معي مربة ديال التوت اللي وجدت معاكم فهو هذا اللي وضعته فوق الكريمة غنوضع الجملاعق ديال الطعام فوق الكريمة ديالي وغنحاول نمزجها في الواسط مع الكريمة ما نخليهاش لفوق هكذا كتجي يا سلام ولكن مربة التوت اللي صوبت معاكم شي اللي مشريه من المحلات لان هدوك العادي ما كيكونش عنده طعم رائع هذا طعم رائع جدا لا بغيتوا تستغنوا عليه كي بقاليكم اختيار ولكن اره رائع جدا نصحكم تديرو وتخليوه في ديوركم وتستعملوه نضيف الطبقة الاخرى بعد ما كملت المربة ونضيف لها كذلك طبقة ديال الكريمة ثم هنا غنجي غنوضع اللوز بخاليني ثم غنوضع فوق منه ببيبيتو شوكولة وهنا غنوضع الطبقة الرابعة احنا خدمنا ثلاثة طبقة شوكولة لكن خدمتنا ثلاثة اخرين ديال الشوكولة يمكن لكم تديرو تزيدو فقط عن المقادر الشوكولة تنقص القليل 11 جرم دقيق و تزيدوها شوكولة بودر كاكاو مور ثم نضع الكريمة كغيطة من الفوق للغاتو ديالي و نبدأ بالتمليس بواسطة سباتيول وبواسطة الكيكس مودر كذلك نستعمل الآلات كلها اللي موجودة عندي يستعمل سكين او استعمل اي اداة من الفوق شوفوا الطريقة باستخدتها بحل هاد الشكل بواسطة سباتيول ديال المعدن من جناب كنديرها بحل هاد الشكل كجيمسن لنا لان انا بغيتها بحل هاد الشكل لما بغيت واشا تخلي وعادية جدا ثم ما غنجيو لتزين بالنسبة لتزين هنا عندي ميتين ميلي لتر ديال كريمة فيطالة اللي قدرت لها النكهة حتى طربتها و طلعت لها النكهة ديال فرامبواز و ها انا نزين بها بها الطريقة هذه اللي كتشوفوا لاحظوا معي الكريمة ليش حل واقفة رائعة جدا كنزين بهذا الشكل بواسطة القمع اللي كيكون طويل عادي جدا قمع عادي كتستعملوا في الحلويات ديال الدار ديالكم يعني انا خدمت معكم قمع واحد كل شي تزين جناب تزين الفوق قمع واحد فقط ما تحتاجوش تغيرو تمشيوا بنفس الطريقة طول ثم ما عرض تمشيوا انتو ما كدت تدورو وانتو ما خدامين ولا تقطع لكم الخط ديال الكريمة هاتخليوه وترجعوه و تصلحوه من بعد فاخدمتها معاكم و خليت لكم كل شي اللاقاتات بشته حاجة ما نحيدها لكم فقط زربت الفيديو كيكا تشوفو هنا دفت وريدات بنفس القمع بنفس القمع اللي عنا دفت وريدات من الفوق هاد الكريمة الوردية كتجي رائعة المادة بدك الفرنبواز ما كنقولش الفرنبواز غير نصف مع القاس صغيرة هنا بعد ما كملت الزين ديالي كنجيب هاد ليكور في اللون فوشيا ووردي فاتح ووردي غامق و ابيض كتبعوها عند اصحاب الحلويات اللي كيبيعو اللوازيم الحلويات و كذلك زينت باد الحبيبات في سيلفر اللي كيليقو بزفزف مع هاد اللون جات صراحة جدا رائعة كل من شايفها يعني حماق على شكلها من بره و من بعد من اذاقها فكان اكتر اكتر معجب بها عجباتهم وصولوا على باش مصوبة و كيفاش مصوبة مهم هادية الطرطة ديالنا كتمنى تكون عجباتكم ونالت ريضاكم غتسهل عليكم مؤمورية سهلة مهلة ما كتاخدش معاكم بزف ديال الوقت فقط في المقلات بدون طراب كهربائي بدون اي اشياء اللي هي صعيفة غادي تصنعوا حلوة الوقت اللي بغيتو يمكن لكم تصنعوا الجينواز في المقلات الليلة اللي قبل وتعود تمنطيوها اليوم اللي بعدو غادي نقطعها معاكم و غادي شوفوا الداخل ديالها كديرا راها جدا الديدة 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 و غادي نعيد و نعيد و ننأكد لانها الديدة بزف و غادي تعجبكم ان شاء الله بالعالمي لكنتوا ما زال ما دفتش لايك ديروها يا سلام يا سلام يا سلام شوفوا ديك الطبقات كيف تجد ديرا شوفوا ديك الطبقة الاخيرة اللي ضفتك جد رائعة شوفوا تزين ما شاء الله تبارك الله رائعة جدا يعني بكل بساطة حصلي على حلوة ديال الكريم كيفما كان قلوه في العامية رائعة جدا شوفوا يا سلام تكستير ديالها شوفوا الجينواز كيفش كان تهبط رائع أفضل من الجينواز بألف مرة شكرا لحسن المتابعة و نترككم على الصور تحياتي مع الفسلامة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة